موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابقونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من التلفزيون المصري حلقة خاصة جداً النهاردة وبرنامجنا الشهير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة بساطة سهولة مرونة بنساعد ست البيت بنساعد كل أم عظيمة بتتبعنا وبتشوفنا تخش المطبخ تعمل أكلات بطريقة بسيطة وسهلة وتسعد أفراد أسرتها النهاردة جاي على بالي نعمل طاجل اللحمة بالبصل ودبس الرمان أعتقد أن هي الأكلة الاسمي خفيف شوية ولكن في تركيا هنا أم تنعرف دبس الرمان المعتق مع كرمالة البصل والاتنين غنيين بالسكر هنشوف الكلام ده مع بعض مع النار واللحمة بتاعتنا الكندوز اللي هي فيها نسبة دسامة شوية معنا النهاردة طبق مكارونا كلنا بنعمل مكارونا بالوايت سوس مكارونا بالبشاميل مكارونا مع سوس بولونيز النهاردة المكارونا بتاعت بالطماطم والزعتر فيها تركيا زي عشر الطماطم واخلص من الجلدة بتاعتها ومن الإشرة بتاعتها عشان الأطفال الحلوين اللي بيشاركوا الصفرة بتاعتنا معنا طبق صلطة خضرة شكله جميل فيه ألوان مختلفة فيتامين سي مش موجود غير في اللي استفاد والبرطوان وبس لا بالعكس موجود في الفلفلة الملونة موجود في كثير من الخضروات علشان إحنا محتاجين كمان فيتامين سي علشان يعلق المناعة بتاعتنا الحلو بتاعنا النهاردة عجلة الملفي إزاي نعملها بالتفاح مع السكر البن والقرفة والقرفة مفيدة جدا للقلب عشان قلبنا يقوى أنا مش هجاز طولة لحضراتكم حلقتي فيها تفاصيل كتير معلومة غير معلومة خلنا نروح فاصل ونرجع أو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل تابعوني بعد الفاصل حضر حضراتكم بعد الفاصل تعالوا نشوفوا إيه تفاصيل الحلقة بتاعتي وخطي سيرها ماشي إزاي إحنا طبعا عرضنا هنعمل إيه مع بعض النهاردة هنعمل طاجن اللحمة بالبصل والكرامل أو بالبصل ودبس الرمان ومعنا كمان صلطة غنية فيتامين سي تشكيلة من الفلفلة الملولة مكرونة بالطماطم والزعتر لطيفة وجميلة هبدأ طبعا أشتغل في اللحمة عشان هي دي عايزة وقت كبيرة على النار وفيها شوية شغل مأدير طاجن اللحمة بالبصل ودبس الرمان دبس الرمان لوك مخزيه عالي جدا وكمان البصل فويده كتير قوي هو والتوب والجنزبيل السلاس الشائل المطبخ ده أنا بسميه عصابة إرهابية بيقوي الدم وبساعد على صرايان الدم في الشرايين الدقيقة للجسم معنا لحم كندوز مكعبات فيه ده سامة شوية معنا فلفل حار إذا عايزين حسب الرغبة ومعنا بصل ومعنا طماطم والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل مع شوية حبهان وشوية قرفة نعمل مأدير بسيطة وسهلة هنبدأ إزاي الأول حاجة معنا اللحمة زي الفورم من أخطة زي ما هي كده بتقطعها ممكن تجيبها من عند الجزار آآ قطعة كبيرة بتجيبها بالشكل ده كده هي ملبسة شوية فها نسب الدهون ما فيش أي مشكلة احنا مش نستخدم هنا مادة دهنية خالص في التحمير أنا أكتفي بس بالدهون اللي موجود فيها حلّة لازم تكون سخنة ويقول لك اضرب الحديد وهو سخن بالشكل ده كده وننزل بيها في قلب التصر أو من غير أي حاجة آآ الصدمة النارية ايه الصدمة النارية اللي بتقول عليها دي عم الشيف بعمل عملية انسداد لأنسجة اللحمة علشان بعد كده تشرب وتاخد من الصوس اللي أنا هعمله آآ آآ بالشكل ده كده آآ زي الفل اللي عم الشيف وأبدأ أجهز البصل والتوم بتاعنا اللي احنا نقطعه مع بعض دلوقت القرن الفلفل ده أنا عايزه أخليه هنا كده آآ حلوة معنا بصل الله مصلى على النبي منقطعه مكعبات في بصل موجود في السوق اللي هو الكويزات ده ممكن نستخدمه عادي والبصل اتقطع مكعبات بالشكل ده كده عشان يبان مع اللحمة الطاجن ده بعد ما يستوي أنا بعمله عجينة وبتخله الفرن بيبقى لطيف وجميل بيبقى معالي عيش محمص كده ونقدمه على الصفرة بتاعتنا تقدم معاه مكورونا تقدم معاه طبق روز أبيض حسب رغبة أولادك وأسرتك آآ الله مصلى عن نبي بصل بتاعنا الجميل الحلو ده بيزيني الأكلة آآ حلوة آآ هنخلي البصل ده على جنب مش هنزل بي دلوقت خالص ليه عم الشيف علشان أنا حريص ان البصل يبان في الطبق بتاعي وأنا بقدمه اللهم مصلى عن نبي هذا البصل هوت هنخليك كده ونحط عليه شوية البهارات بتاعنا ايه بهاراتك يا عم الشيف هنا شوية زعتر شوية فلفل سود شوية حبهان مفرومين نعمين زي الفل كده اللهم مصلى عن نبي هذا الفلفل سود هذا البابريكا واده شوية الزعتر وننزل بيهم يا عم الشيف علبة صلايا علشان نشيل الحرارة بتاعتها وعينينا ما تدمعش في المطبخ يخش جوزك اللي ايه عميه ويوعك نازلة مالك يا حبيبتي اعمل ايه بعملك الاكلة اللي بتحبها يا باحمد اه هذا الزعتر زي الفل اللي تمك الملح ايمتي عم الشيف مش دلوقت خلص بنقلب دول مع بعض شفتوا بقى ازاي تركية اه معانا توم نسقطه كمان على البصلية بالشكل ده كده زي الفل اه دي مش تاخد طماطم خالص ممكن تاخد للامانة معلقة معجون طماطم ودي برضو حسب الرغبة وزا حطيت طماطم في الاكلة اللطيفة دي تلازم تحط معلقة سكر علل ولماذا لان احنا لو بنحط السكر مع الطماطم او معجون الطماطم بيشيل الحمودة بتاعت الطماطم فمحصلش فيه حرقان هنا بعد ما ناكل الحاجة ونعملها حجة وايه ونقول انا تعبان من الاكل خالص لازم تعرفوا ان الطماطم وصالصة الطماطم سواء بنستخدمها للبيتزا او في طاج البامية او في اي ان كان لازم نحط معلقة سكر علشان نتلاشها الحمود البصل هنا جاهزة اه زي الفل نخلىها على جنب كده اه واللحم نبص عليها كده او محطتش لزيتي عم الشيف ولا سمنة ولا خالص انا عايز اكتفي بالدهون اللي موجودة في الحتة اللحم اه ممكن نغطيها ما فيش اي مشكلة او بس اتغير لنا وتاخد الصدمة النارية ابدأ انزل بيه المكون اللي عند اللي هو بصل وتوم مع البهرات بتاعتنا اللطيفة والجميلة والملح ده في الاخر خالص او او هغطيها وانساها شوية عشان نخش على اللي بعده او تمام زي الفن تمام اللي بعد كده عم الشيف عندي طبق مكارونا كلنا بنعمل المكارونا بطرق مختلفة انا حابب النهاردة مدرسة المكارونا للشيف المغازي ان المكارونا هتستوي مع السوس اللي انا هعمله فكرة عمل المبكبكة المبكبكة اي عم الشيف فرصة نجاوب ع السؤال ده سواء بالفراخ او باللحمة بنعصج اللحم ع النار او بالصور بنسوي الطماطم مع لحمة او فراخ وبعد انا بتغلي وبتستوي بتسقط المكارونا غلوة اتنين تلاتة دي المبكبكة وليسا موها مبكبكة عشان لازم تبكبك على النار مع اللحمة او الفراخ مع الطماطم معانا حل على النار زي الفل اه معانا مية بتغلي عتنقز ندية بتطلع معانا الاكلة بسرعة تليفوناتك فين يا غالي نشيدي من هنا كده نمص لها النبي نعل النار دي شوية اوبا 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 تمام معانا كده حل بنحط المادة الدهنية اختياري معلقة سامنة صغيرة بما ان هي ما فيهاش لحمة ولا فراخ بنستحين بمعلقة سامنة كده زي الفل تمام كل انا هعمله حمر بصلية نعمة وفصي توم حلوة كده مش هستنى عليهم لما يغدوا لون تلي بالي تحملة البصلة والتومة مع طبق الماكارونة بتختلف غير لما تعمله طاجن بامية او بتعمليها تغديعة اه اه بالشكل ده كده نقلبهم نفس الخطوات ان انا شغال بادي كده فين الزعتر بتاعك عم الشيف هينزل بالوقتي اه الزعتر بتاعنا اللطيف ده ينزل مع البصلة والتومة علشان برضو عينك ما تدمعش دايما طبق الماكارونة ده بيبقى بتاع الرجال لما بخشوا المطبخ يفرض عضلاته باقي وخشوا المطبخ يعمل ماكارونة بالتونة ماكارونة بالوايد سوس ماكارونة بالسيفود لانها سهلة يعني اه اه شايفين ادي التومة والبصلة اللون اللطيف ده كده وانزل يا عم الشيف بالماكارونة تركزوا بس معايا الموضوع هنا لطيف بجد اه 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 وحمر المدرسة تانية خارجة بتحلى واحدة كل ده اه طب ليه يا شيف نزلت بالماكارونة مع البصلة والتومة والزعتر انا عايز الماكارونة دي تشرب من التدبيلة بتاعت البصلة والتومة اه وبعدين انزل عليها مياه مغلية خلص الطبقة بتاعي اه 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 الله عليك الله عليكم مدرستة نوسح كده شوية مخرجنا الجميل اللي انا بحبه فاروق اه هنعمل ايه عميشيف اتكيزوا معي عشان الموضوع الكبير هنا اه معلقة معجون طماط الله عليكم الله عليكم كين السكر عميشيف شوية سكر عشانه الحمودة اوبا 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 اه تمام زي الفل كين السكر كده ليه عميشيف السكر ده علشانه الحمودة بتاعت الطماط اه اه اقلب الصالصة كده اه مع التومة والبصلية بتاخد لون في حلة واحدة مش لازم ان احنا بقى نعمل غلبة في المطبخ والحول يتميلع على الفاضي مية بتغلي معي هاية زي الفل بسقطها هنا اه انا معرفش المطبخ سهل كده مغازل جد ده انا خش اعمل المقرن دي كل يوم اه نقلب كده اللهم صلى على النبي معنا اتصال من بورسعيد وابطال بورسعيد وشباب بورسعيد مين يا غالي عمي محمد حبيب يا عمنا حبيب والديك اخبارك امورني يرحم والديك يا رب امين يا رب العالمين اه يعني نقول مثلا مقرونة بالجنباري ممكن اناية مقرونة بالبورسعيدة عندهم الجنباري والسمك بيتصدر للدنيا كلها حبيبي 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 شوية شربة برضو شوية مقرونة بالسمك ماشي اه اه نقول نشكل برضو عم مغاز برضو اه اناية يعني انت مش عاجبك المقرن دي او لا يا محمد لا انا المقرونة دي انا مغازي ازا عملت بالجنباري معناش ميزانية للجنباري عملت بالجنباري لا يعني اعمل ميزانية ازاي مع اللحم اه زاي الفل خلص المطبخ عم نشيف السجمان الاولان لسه بنقول لي يا هاد وقلصت الحلقة ايه الجمال ده ايه ليه المطبخ صعب عندنا احنا اه 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 بصل يتعرف على اللحم ويسيبه كده ايه من غير مية زي كباب حلة كده اه اه يبدأ البصل هنا يتقرمل وينزل الجوس بتاعه او الصلسة بتاعته او البهريس بتاعه مع الجوس بتاع اللحمة كله يتعرف مع بعضه وينزل مع بعضه مع التدبيلة الحلوة اه اه دي بصل الرمان امتى مش دلوقتي خالص اه زي الفل الملح امتى عم نشيف مش دلوقتي بتسلوه اللحم بتحمره اللحم ايا كان الملح بتخليه في الاخر خالص ليه بقى حلوة والسؤال ده لطيف وجميلة فاروق بيسأل ليه الملح في الاخر الملح لابنحطه في بداية الاكلة بتاعتي بتبدأ الانسجة بتاعت اللحمة تشرب الملح فما يزبطش معايا التست بتاع الملح وعايز اقول معلومة ودي بترجع للخبرة التهوية ايا كان البهارات اللي بتستخدميها في المطبخ وجبتي اغلى انواع البهارات من الصين من الهند من مصر من اي مكان من عند اي عطار بتحطيها ايه اللي بيبين نوعية البهارات حاضر ايه اللي بيبين نوعية البهارات بتاعتنا الجميلة هي تزبيطة الملح بتبايين لك تعمل فلفل بتبايين لك تعمل ارفة بتبايين لك تعمل حبهان من غير الملح اللي اكلة ما بتزبطش ولكن فيه كنترول وفيه ميزان للملح بالزات ناخد اتصال مين من الحبايب الو يا محمد ازاي ازاي كشيف اهلا وسهلا يا اختي تحياتي نحضرتك وشف البرنامج امين يا رب اشكرك يا محمد متكلمين يا محمد بالجيزة بالجيزة وهالي الجيزة والناس الجيزة الطيبين اموريني الله يخليك ما يمرش عليك جالم انا لأي عند حضرتك بس سؤالين خدام بس قبل السؤالين ربنا يخليك يا رب ما يمرش عليك جالم احنا المقارونة فعلا احيانا بناعمل معها فريق بناعمل معها كيف ده بناعمل بنتعلم من حضرتك الله يبارك والله يا شيف انت عارف انا احيانا يا شيف والله بعمل شوات المقارونة وشور بساتة محمرة طبق السلسة خاضرة نعمة من ايدك شرباء الله يخليك ده في الوقت الزروف اللي هي كده يعني الواحد مش عاندوش فراخ ما عاندوش كده بعمل شور بساتة محمرة وبيصد تقبضة المطبخ مش لازل فراخ ولحمة يا اخت ايوة ايوة احنا فاهمين الموضوع الغلط بالعكس ايوة ايوة اتفضل اتفضلتك كلامك شهيخ والله انت عارف شيف انا قابلت يعني انا باكل اكتر في المتاقة في البطارة في المكارونة في الحاجات اللي هي مزبوط طيب انا ليا عبد حضرتك اسرائيل اتفضل اسرائيل الاول عزة من حضرتك طريقة عمل البسيسة طريقة عمل البسيسة ايوة اتفضلت تاني حضرتك بالنسبة للحمام يعني مسلوب مني ان انا اعمله فانا لما بجيبه ومؤسعات ببقى مش اكتبه اعمله في نفس اليوم هل ممكن اخسله واشيره وثاني يوم او ثالث يوم اطلع واسويه وحشيه وكده ينفع اتفضلتك حمام ناية في الفريزل ام بتبس واحدة واحدة عليك حضرتك مطلوب منك تعملي الحمام ربنا يزيدك يا رب ربنا يزيدك عايزة تعمليه ازاي ولا عايزة تشرح الطريقة بتعمليها لا حضرتك انا عارفة بعمله ازاي انا متعودة بشير الفراخ والحاجات التانية في الفريزل لان ما جبتش حمام ابدا واشيرته في الفريزل وهو ناية ولا وهو مستوي حلو فهل ينفع عشير وفي الفريزل بعداده مين او ثلاثة يعني افاقفه عادي عادي الطيور العادي يعني مفيش اي مشكلة وممكن لو جبته الحشيه ويتشار يعدي وين ماشي هو مستوي عادي يا اخي زي الفل عادي وممكن تحشي الحمام وتشيليه في الفريزل عادي وتطلعيه تحطيه بوكي جارنيه وتسوي زي الفل السؤال التاني تحتعمل وباشكرك كل حاجة الام بتعملها من ايديها شرباط المية بتنزل من الحنفية شرباط عارفين ليه؟ لان السعادة والبهجة مفاتيحها في جيبك مش هتدور عليهم بس حط يدك على جيبك كده اللي هو الحب خش المطبخ كل حاجة زي الفل هنطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف اسرار عمل طاجن اللحمة بالبصل مع ديبس الرمان في تركاية لازم يتابعها مع الشيف عامل شوية ماكرونا بالطماطم جابدين جدا في حلة واحدة مش فيش غلبة هنشوف ازاي الطماطم الجميلة مع الماكرونا معانا صلتة جميلة للاطفال الحلوين معانا الحلو النهاردة يقوي القلب ايه هو؟ تفاح وقرفة مع سكر بني وعجينة ملفعي اوه هتروحوا جايد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تركاية الطماطم معانا واطفال حلوينة عالصفرة معانا الكبار السن الخير والبركة من غيرهم ولا حاجة لازم نقشر الطماطم دي نقشر الطماطم دي ازاي اشي في مغازي عند مية بتغلع النار بنحط فيها زرة ملح صغيرة بناخد الطماطمية شرطة اتنين ثلاثة زي ما انت عايزة بنحطها في المية المدة ثلاث دقايق بنطلحها من المية وهي مغلية بتنزل في مية ساعة بيبقى لونها جميل بتلاقي القشرة طلعت لوحدها وفصلت من اللحم بتاع الطماطم بتبقى معا بالشكل ده كده ده طبعا الماكرونا بتاعي اهو نبص عليه كده مخرجنا الجميل يوعدك بزيارة النبي علي افضل الصلاة والسلام ادي الماكرونا بتاعتي جاهزة اه اه استوتي عم الشيف ايه الجمال وايه الدلع ده اه اه ناخد الطماطم الحلوة دي كده بعد التقطيع الحلوة دي كده وننزل بيها كده على الماكرونا اصبح ان طبق الماكرونا ده هرم غزائي على البروتين موجود في السامنة البلدي اللي حمرت البصلة والتومة النشويات وكربوهدرات موجودة في الماكرونا الطماطم غنية عن السؤال وغنية عن الاجابة كل المعادن وكل القيمة الغزائية اللي موجودة فيها اه 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 بهاراتك بقى ملح وفلفل وزعتر ده موضوع ايه زي الفل اه اه واسبها على النار يا عم الشيفة وايه بقى انا كده ايه؟ الميا بتاعت الماكرونا شاركت في تسوية الماكرونا وزي الفل خلاص باسبها على النار تغلي نجري اللحمة بتاعتنا نكمل قصتها بصل توم حمرناه في البداية علبناه مع بعض الاول خالص بعدين خدنا اللحمة صدمة نارية خطيت طبعا فلفل بالشكل ده كده الجوز بيحب الحار ضيوف النهاردة بيحبوا الحار زي الفل كده زبطنا الملح والفلفل في البداية خالص نجيب الطاجن بتاعي التقديم معنا اتصال؟ يا ابو ياسر ازاي؟ حبيبي يا ابو ياسر غربية طنطة بلدي وحب اعيش في بلدي حبيبي يا ريس عبور لي يا غالي الله يخليك اومر بقول لي حدودك بالنسبة للأكل اللي حدودك بتقولي ده الماكرونا دوت ممكن انه عند السكر بيأكل منه ولا ايه؟ طبعا اللي انا عامله ده تاكل منه عادي خالص بألف انا وشفة اضبط بس الملح وعيار الملح يعني ما يجراش حاجة لو كالت ماكرونا؟ عادي يا فانت ولازم تستشير الدكتورك طبعا ولازم تستحسب نسبة السكر اللي موجودة عندك دي نسبة والسكر ده مرض الاغنياء والملوك والعظماء يعني ما تسموهش مرض ده ربنا يشفيك عادي خالص نسبة السكر خفيفة خفيفة تاكل اللي انت عايزه يا غالي برضو تستشير الدكتور بتاعك تمام يا لك حبيبي يا غالي ربنا يرضى عليك ويشفيك تعالوا مع بعض تشوف عجنت الملفي معايا اعمل حلو بالتفاح مع القرفة والسكر البني ما عندكيش سكر بني وغالي ومش موجود في الحتة اللي انت عادة فيها وسكنة فيها بتجيبوا سكر عادي بتاع الشاي بتاع التموين اللي بناخده ببلاش بتحط عليه معلقة عسل اسود بقى سكر بني حلو الكلام اقول تاني بتجيبوا سكر التموين وناخده تحط عليه معلقة السكر اللي هي زي الفل من الكيس بتحط عليها معلقة عسل اسود بقى سكر بني خلاص لخصنا الموضوع ده علشان ما نوقفش قدام الاكلة وما فيه السكر بني يا عم الشيف اعمل ايه واجب منين مش عايز اتجودة ما جب تشل الحتة دي يا فاروق ما جب فيه السكر بني يا شيف اجب منين واعمل ايه ده مهم جدا على فكرة تعالوا مع بعض نعمل الحلو بتاعنا الحلو بنجيب عجنت الملفي نشوف ماديره على الشاشة يا شباب بعد اذنكم مادير الحلو عجنت ملفي موجودة في اي سوبر ماركت دي منها الطبقات هم عشر قطع فوق بعض بتجيب العجينة اللطيفة الجميلة بتفك بتحطهاش في الميكرويفة عشان ما تبص منك وبعد كده بنروسها في السرية بالشكل اللطيف معايا تفاح اخدر احمر زي ما انت حبه ولكن الافضل يكون اخدر بتقشر بتحطه على النار نسبت مية وليلة جدا عشان ما نصفهوش من المية بياخد عصرة ليمون بياخد شوية سكر بني بياخد كمان يا عم الشيف شوية قرفة معانا بالشكل ده كده اهو حلو الكلام اهو ده ده التفاح بتاعنا هنزل بالسكر البنة عليه شوية كده ونقلبه انا عايز احط الحلو ده في النار اهو الدنيا هس ليه فين التليفونات يا شباب بتعرفين الشيف المغازة بيحب الجو الحلو صباحك خير بيحبش جو الهدودة خالص انا اهو اهو معانا التفاح مع القرفة والسكر اهو نسقطه كده في نص العجينة اهو بنحط طبعه في التانية وبنقطعها من النص بقطعت الفطاير اهو اهو حلو وسهل جدا ولكن كيمتر غزائية عالية جدا اهو تفاح سكر بني ارفة نعمة واحنا عارفين التفاح بيحب القرفة والقرفة بتحب التفاح اهو فيه السلة قربة بينهم اهو عملت انا دلوقتي اربعة نشوف الاتنين دول عملناهم هنعملهم ازاي باخد العجينة دي كده وانا شغال اهو ده عجينة الملفية هعملك واحدة كده عشان تاخد بالك واجه في النص كده واقطعها كده اهو هلو موضوع لذيذ وخفيف زي الفن عاليش معانا ايا من الجيزة يا ايا ازايك ازايك يا استاذ عامل ايه؟ الحمد لله ست الكل كويس يا شيف؟ الحمد لله نعمة الحمد لله عايز اعرف بس انا عايز اعمل البط اعمله ازاي؟ عايز اتعمل البط هم هلو؟ ايوان عايز اعرف اعمل البط مش عايز اعمل البطية اه وزنها كامل ست الكل يعني تلاتة كيلو حلو دي تلاتة كيلو دقيت في الفرن ساعتين هنمسك البطاية دي النيمة في صنية ويدعبو كي جرنيم من الجزر والقرافس والبصل والتوم مع معلية سكر كده ومعلية سمنة بلدي او معلية عسل مع معلية سمنة بلدي وشوية عرفة مع بشرة برتقال ونمسك البطاية دي نعمل لها مساج من تحت وفوق يا باختك يا بطاية وبعدين نحطها في الصنية مع شيشاء من المية حلو شيشاء ده يعني شوية مية صغيرين واندخلها الفرن يا اخت بعد ما نغطيها ورقة زبدة ورقة فويل عليها واندخلها الفرن البطاية اللي وزنها تلات ساعات بتاخد معانا طايم ساعتين تطلع البطاية لونها برونزي جميل طول عايشة في اوروبا بعد كده بنسيحها نقطحها ونقدمها بالف انا وشيفها يا اما مع شعرية يا اما نقدمها مع شيخ الرز باللحمة المفرومة كده لطيف وجميل يا اما ان احنا ممكن نقدمها رزة عادية خالص مع السوز بتاعنا الحال واللي نزل منها انا بابسك العجينة بالشكل ده كده اهو الله ما صلى على النبي تاني خطوات الحلقة اللحمة على النار مش قلقان بيستوي الماكارونة بتاعت خلاص بتناديني والعجينة دي هدخلها الفرن دلوقت شوفنا رصناها مع بعض ازاي حلواوي بافرتهم في صنية كده وادخل العجينة الملفية في الفرن اه موضوع لطيف وجميل وسهل كأنك بتعمل كباية شاي ودخلت كده اتفاجئ ولادك واسرتك احنا ايام المذاكرة دلوقت ولادنا عاديين بيذاكروا ايه المشكلة لما خش عليه القودة كده واعد بيذاكر مع افطيرة من ديت مع كباية حليب دافية زي الفل يبقى انا كده كسبت ان ابني استفاد وفي نفس الوقت كمان قيمة غزائية عالية جدا هبدأ ادخل العجينة بتاعت ايه مع التفاح وخرجنا الجميل فرسانة تلفزون المصر اللهم صلى عن النبي ايه المطلوب الفرن هنا عم يشيط المطلوب من الفرن هنا العجينة بتستوى معنا والتفاح بيتكرمل مع السكر البن اللي احنا حطانها وبالف هنة وشفة اهو نرجع للحمة بتاعتنا نكمل الحكاية بتاعتنا اهو قادة طاجد اللهم صلى عن النبي واللحم هنا خلاص جاهز بالشكل ده كده اهو نزبط الملح راجب حوش صاحبك عني يا عم راجب يا حبيب الشعب حبيب والديك قال لي بالك لو اعملتوا بجرونة باللحمة اه لو اعملتها بالسمك لو اعملتها بالتونة لو اعملتها بالفراخ تسلم يدك يا عم الشيف الله يبارك لك يا طيب معاك فريق اعداد محترم معاك اندازة او اخراج وعداد والدنيا قول معايا فرسانة تلفزون المصر والله يتسلم يدك قول فرسانة تلفزون المصر حبيبي محضرين قوله ببعد حياتي من الصعيد لفخامة رئيس الجمهورية الله يبارك لك يا ربنا يا ربنا يتضولنا في عمره ويخليه المصر والشعب مصر العلب بيحسدنا عليه والله العظيم والله العظيم الراجل ده بيعمل حاجات لعيال عيالنا يا عم شيف الله يبارك لك خلاه يديك الصحة اشكرك يا غالي ده انا هجيب لك اللحمة دي والمكارونة دي ونجي ناكل سوا مع بعض جاهز الطبلية اللي بتلم كل الاسرة البصرية تعالوا مع بعض نشوف اللحم الكويزات المكعبات يعني مع بصل مع فلفل مع تدبيلة بسيطة وسهلة عشان تبار شخصية اللحم يا اما كاندوز يا اما ضاني وبالشكل ده كده هتعمل يا عمشي بقى الجديد هنا حلوة احنا مع بعض نصبر على رزقنا شوية عشان ربنا يكرمنا ورقة الفويل دي معنا كده اصبر يا فاروق انت بستعجل على رزقك ليه بقول لي وانت هتغط اللحم في فويل مينفعش اغطيها في فويل خالص لازم احط ورقة زبدة بس انا مش اغطيها يا غالي انا بلعب يعني بس سلة حلو واللحم مستوية عندي باخد العش ده كده اللهم اصلى عندك اهو عشان موضوع حينا لطيف وجميل وفيه خبرة طهوية خبرة السنين بقدمها لحضراتكم على طبق من دهب. اهو. لسه ما خلستش. طبعا دبس الرمان حتى انا. خط غلوة مع اللحمة. والهيش ده كده بارسه بالشكل ده كده. اهو. عناية. اه ياني ياني ياني. وبعمل اي اعمل شيف? الخرام دي كده. ازبر على رزك. انا عايزك ايه? تشوف لي الاخر الموضوع هيتم ازاي? اه. عندي دبس الرمان. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا شيف. لاب بتشتغل بمزاج. والله كل يوم بمزاج. انتم بس قلونا كلمة حلوة هتلاقوا الدنيا زي الفول. والحياة حلوة. ناخد ورقة الفول دي عم مش شيف زي ما هي كده اهو. ابا 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 الله يرحم والديك اهو. اهو حزمته اهو. زي الفول دي طلعت قصيرة شوية. نوم نعمل ايه? وده ورد يحصل معاك في المطبخ اكسم بالله. زي ما حصل معايا اهو. ما توقفيش بقى وتقول يا اهوة لا اعمل ايه? لا لا الموضوع الطف وابسط من كده مفيش اهو زي ما هي كده اهو. وامسك دي كده واصلة. الله يرحم والديك يا عم مش شيف اهو. واجه كده نفس الموضوع واكمل. اللي انا معرفتش اكمله. اهو. وادخلها الفرن يا عم مش شيف. بالشكل ده كده. المطلوب من الفرن يا عم مش شيف. المطلوب الفرن هيسويلي العش ده ودبس الرمان ده يستوي وينزل مع الخبزة بتاعتي. معانا مين يا غالي? يا امو صلاح. ايه يا سيف عامل ايه? شفت تجد اللحمة ده يا امو صلاح? تسلم يديك يا سيف والله يا حاجة يعني نفسني انا تايمة ونفسي كده اجي اخطر معاك النهاردة. ربنا يخليلك صلاح. الله يبارك لك ربنا يساعدك يا رب بتسلم ايديك. الله يسلم. الله يسلم. انا عند انا عند اربعة وستين سنة بس انا بحب الاكل. بتحبين يا حاجة? سلفني دحكتك. ايه الجمال ده? اربعة وستين سنة والدحكة الحلوة دي يا انا بحب الاكل يا سيف. بحب الاكل قوي. والدنيا بتحبك والله العظيم. ايه ده? ايه الجمال ده? ربنا يساعدك يا سيف ربنا يساعدك. عايز بالدحكة الحلوة دي والطاجة والسعادة والبهجة اقولي تحيا مصر. تحيا مصر. الف مليون مرة. اسلم فمك. اشكرك يا اختي. تعالوا مع بعض نشوف الشي بيكمل ايه? طيب. اللحم دخل النار مع العجي. عايز نطلع فاصل? عينية. نطلع فاصل. سألان ليه? هنطلع فاصل صغير. ولكن بعد الفاصل ما تروحوش بعيد لان معانا طبق مكورونا. بينادينا شرب الطماطم وشرب التدبيلة معانا لحم في الفرن. معانا حلوة بالتفاح والقرفة جامد جدا. معانا الصلطة هنكملها مع بعض او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه الجمال ده? فينه المياه بتاعته الماكورونا? خلاص. طماطم فين? دابت مع الماكورونا. اهه. ماكورونا زي الفل واخدس تسويتها تمام التمام. في بقى هنا تجويد في الموضوع. عندنا زيتون. بما انه طماطم متأشرة في مدرسة البتزا. ده زيتون شرايحة. هو تخلي بالك البزر. بتاع الزيتون. ليكون كده علشان الاطفال الحلوين وكبار السن. عندك باء دونس. لا يا غالي. الشبت بريء من الاكلة ديت. الشبت ده حرامي. الشبت خالص برا الاكلة ديت. لو حطينا الشبت. ودنا سكة تانية ومدرسة تانية خالص. اه. اتغير شكل الماكورونا. اخدها مع فرسان التليفزيون المصري. والاسادزة المصورين حبيبي. اه. الله ما صلى على النبي. طبق ماكورونا اعتقد ان تكلفته تلاتة تعريفة. لما بقول تلاتة تعريفة متأخذونيش يعني. يعني مش مكلف. كيمة الغذائية عالية جدا فيه الزيتون كيمة الغذائية في الكربوهضرات فيه الطماطم. اه. وفيه البروتين. هو انت لازم بروتين لازم تشوف لحمة وفراخة يا فاروق. بروتين في السمنة البلدي. اه البروتين ده موجود في السمنة البلدي. فده اصبح فيها بروتين. بس بقول بروتين بيقول لي فين الفراخ واللحم. بتتحك علينا ولا ايه? اه. اه. لسه ما خلصتش. هنبص على اللحمة دلوقتي حاضر يا غالي. انية. فيه اطفال حلوينة عالصفر. بيشاركونا. ايه المشكلة لو حطناهم شوية تجبنا. اختياري. جبنا رومي. جبنا شيدر حسب الرغبة. اهو. خلص الكلام. هعمل لحضراتكم دلوقتي طبقة صلطة سريع. كل حاجة متقطعة. يبقى اختكشيف معاك مساعدين شطار. اهو. معانا في الفلام لونا. اه. معانا دورة صفرة. الاطفال بيحبوها. والفلفل الملونة غنية في فيتامين سي. الميادير على الشاشة يا شباب جبوهنة بعد اذنكم. الفلفل الاصفر ده. وعلى فكرة عايز اقول لحضراتكم على حاجة. الوان الفلفل وخاصة البرتغاني بيفتح الشهية. يعني لنفسه مقفولة. يبص للفلفل البرتغاني ده تلات دقايق. هيكل خروف. نجيب طبقة التقديم. نعم. اه نحط لها مايونيز طبعا. ادي مايونيز. ونحط لها شوية جبنة كمان. ايه رايك اهو? اهو. حلو. نقلبها كده بمعلقة. نعم. وعد الزباء المايونيز. اهو. ونقلبها. عصرة ليمون. اه ياني ياني ياني. الليمون فيتامين سي. ومعانا شوية زيت زيتون زي الفل. الملح كنترول. اطفال بيحبوش الملح. ده اللعن الصلف دي يا فروق الله يوفقك. اهو. اهو. شفتي بقى ده كله مزيج واحد. المايونيز بيجمع كل ده في طبق واحد. انا هطلع الاكل بالفرن بس. بتيلوش يا اخوانا. الشباب. وقتنا معانا. اهو. غيط لما ربنا يكرمنا ان شاء الله. ووقت البرنامج ده يتزبط. هناخد الخضرة دي كده. اهو. اه. ايه الجمال ده شيف. فيها كل حاجة. فيتامين سي فيها. برتين فيها عناية غالة. اه. اه. ايه الجمال ده. اه. خلي الطبق ده كده. اه. في قسم السرطات. تعالوا مع بعض انطلع الفرن. مع بعض كده واحدة واحدة. اول حاجة اللحمة. الله مصلى على النبي. خش الفرن وبقلبي جامد يا فروق ما تخافش. واجب لي العجينة دي اللي شيف عمالها مع دبس الرمان. ياويل 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 اللهم صلي على رسول الله. اه. خليها هنا. اه. شايفين الكرمالة بتاعت دبس الرمان مع الخبزة المقرمشة. ايه الجمال ده. ايه الجمال ده. ونطلع الملفي بتاعنا. زي الفل. نغرفه كده مع بعض بسرعة. اللهم صلي على النبي. مهم جدا وانت بتعملي الاكل اللطيفة اللي انا بعملها دلوقتي. خاصة الحلو. بتحط في الاعتبار ان الاطفال بيحبوها. نشيلها كده مع بعض اه. ممكن تخلص الحلوة وتني الحلوة انا شغالي غالي. لو انتم مستعجل. عملنا النهاردة بساطة سهولة مرونة اكلة امي ما كلفتناش كتير ولكن كلفنا فكر وابداع. والفكر والابداع له قيمة ما تتقدرش طبعا. عملناها طبعا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وعملنا طبع مكارونا بساطة سهولة مرونة. قدرتها استفيد. بالميت المكارونا الجميلة الحلوة. وعملنا طاج اللحمة بالبصل لطيف وجميل الاطفال الحلوين. النصيب الاكبر من السفرة ازا كانوا طبعا المكارونا او السلطة الغنية في فيتامين سي علشان هم في العادة مش بيشربوا عصير برتقان كتير. ولكن مهم جدا ان احنا نختار احنا بنأكل ايه? ونشوف ايه القيمة الغذائية اللي موجودة في الاكل بتاعنا. رؤية. فن ابداع بتشوفه يومي الخميس والجمعة على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية. منين يا عم الشيف? من ماس بيرو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة